حل التناسب عرفنا قبل هذا ما هي النسب المتناسبة أو المتكافئة فإذا كانت لدي هذه النسبتين أقول عن هاتين النسبتين متناسبتين أو متكافئتين إذا كانت قيمة هذا الكسر تساوي قيمة هذا الكسر ويوجد طريقة أخرى لأتأكد من التناسب وهي طريقة الضرب التبادل وما هي طريقة الضرب التبادل إذا كانت لدي نسبتين فإذا كانت النسبتين متكافئتين فإذا ضربت هذا البسط في هذا المقام أحصل على الإفدال أن هذه القيمة ستساوي حاصل ضرب هذا المقام في هذا البسط باء في جي هذا هو الضرب التبادلي فإذا كانت لدي نسبتين أريد أن أتأكد هل هما متناسبتين أو متكافئتين أستخدم الضرب التبادلي ليتحقق من التناسب ونتحقق من هذه النسبة لسبيل المثال لو ضربنا 6 في 4 سأحصل على 24 هل ستساوي إذا ضربنا 8 في 3 فسنحصل أيضا على 24 إذن هتان النسبتين متكافئتين لأنهما يحققان الضرب التبادلي الآن سندرس التشابه التشابه يكون في المضلعات ومتى نقول عن المضلعين أنهما متشابهين إذا كان لدي مثل هذه المضلعين وكانت الزوائل المتناظرة متطابقة ماذا يعني بالزوائل المتناظرة انظر هذه الزاوية ألف تطابق الزاوية دال نكتب الزاوية ألف تطابق الزاوية دال وكانت الزاوية باء تطابق الزاوية ها نكتب الزاوية باء تطابق الزاوية ها والزاوية جين تطابق الزاوية واو أي أن جميع زوايا هذا المضلع تطابق زوايا هذا المضلع هل يكفي هذا لأقول أن المضلعين متشابهين؟ لا يجب أن تتناسب أطوال أطلع المضلعين فهذا الضلع ما الذي يقابله أو يناظره من المضلع الثاني؟ هذا الضلع فأقول ضلع ألف باء على الضلع دالها نسبة الطولين يجب أن تتساوى مع نسبة أطوال الأطلع الأخرى فنسبة طول هذا الضلع على هذا الضلع ضلع باء جيم على طول الضلع هاء واو يجب أيضا أن يتساوى مع نسبة هذا الضلع إلى طول هذا الضلع ألف جيم على الدال واو إذا تطابقت جميع الزوايا وكانت أطوال الأطلع المتناظرة متناسبة إذن نقول عن المضلعين أنهما متشابهان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر